ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن أحمد أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس دكتور أيمن ما الذي يخطط الاحتلال له للمسجد الأقصى خلال الأيام القادمة؟ بداية انتحية لك أحمد ولكل أستاذ المشاهدين نحن نعلم أنه منذ فترة طويلة هناك مخطط متدرج لدى الاحتلال في الإصر على تنفيذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى حيث تزيد بشكل متدرج اقتحمات قطعان المستوطنين رأينا خلال الأيام الماضية عودة مرة أخرى للسجود الملحمي من قبل قطعان المستوطنين على أصوار المسجد الأقصى وهذا يعني بالنسبة لهم أعلى درجات العبادة ثم رأينا نفخ البوق اليوم وهذا أيضا يعطي دلالة بأن هناك إصرار على أن يكون هناك تقسيم زماني ومكاني ثم بعد ذلك يتبع ذلك بناء كونس لهم في بحاة المسجد الأقصى قد يكون في المرحلة الأولى ليس هدما للمسجد الأقصى بشكل كامل الذي طبعا هناك شبكة كامل من الحفريات تحته وأنفاقه لكن قد يكون هناك ضغطا باتجاه السماح لولاء المتطرفين المتدينين بقامة صلواتهم التلمودية داخل بحاة المسجد الأقصى وهذا بالتأكيد هو انقلاب على حالة الستيق القائمة منذ أكثر من 110 عام في المنطقة وهناك كانت تتابع حتى لكل المحتلين للمسجد الأقصى هناك حفاظ على الأماكن المقدسة لكل من الديانات ولكن واضح أن الاحتلال وقطعان مستوطنين الذين يزيدوا بشكل يومي في مدينة القدس ويتدرجوا في عمليات الاقتحام تارة ألفين يصلوا إلى خمسة حتى يمكن تحدث الأخ أحمد أن حتى هذه اللحظة العدد لم يصل إلى أكثر من ألفين ولكن متوقع أن يصل كما حدث في مسيرة العالم قد يصل العدد إلى أكثر من خمسة أو ستة ألف صحيح أن الرقم ليس كبيرا ولكن بالتأكيد دلالاته هي الأخطر لمن تغيب عليه المعلومة ما مغزى النفخ فيها الأبواق؟ النفخ في البوق كما يستخدموه المتطرفين كإعلان طبعا للانتصارات وبدأ في إقامة صلواتهم التلمودية وهذا تجهيزا كما هم يعتقدون لنزول سيدنا عيس المسيح ويصبق طبعا دبح البقرة هو النفخ في البوق وكان الأمور بدأت بشكل عاجل الاستعداد لذلك وهذا بالتأكيد يعطي دلالات على النية المستمرة من قبله على المتطرفين لبناء هيكلهم المزعوم على أنقاذ المسجد الأقصى الردود من خلال البيانات من الفصائل والقوى الفلسطينية كان حاسما وقويا كيف يمكن أن يكون هناك محاولات لوقف ما يسعى أن يقوم به الاحتلال بالتأكيد البيانات لا تكفي لوحدها أنا أعتقد أن حتى دللحظة لم تخرج الفصائل بردة فعل تجعل الاحتلال يعيد حساباته لمنع ولاء المتطرفين من كسر هذا الحاجز والدخول مرة أخرى لإقتحامات كبيرة داخل المسجد الأقصى كلما كان هناك برودا في ردة فعل الفصائل كلما زاد طغيانه لا قطعا المستبطين أنا أعتقد أنه حتى دللحظة المسارات التي يخرج وهنا دائما نتحدث في مكانين أو تلات أماكن للضغط على الاحتلال أول هذه الأماكن القدس وبالتالي يجب أن يكون هناك مشاركة جمهرية عالية جدا في القدس المكان الثاني الضفة الغربية تالي مضرور أن يكون هناك مظاهرات أقل تخدير متحدث عن المقاومة الشعبية وهي أدنى مستويات المقاومة تكون هناك مشاركات ليست بالألاف بل بالمئات الألاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية قص على مناطق الاحتكاك ما الاحتلال لا رفع تكلفة الاحتلال المكان الثالث هو قطاع غزة التأثير من قطاع غزة محدود بصراحة على الاحتلال إلا إذا كان دخل هناك الاشتباك عبر السوريخ كما هو معروف العادة وهذا نعتقد أي مغابرة في هذا الأمر يجب أن تحسب بشكل كبير جدا من قبل المقاومة لأنه في النهاية سواريخ محلية بسيطة الاحتلال يكون ردة فعله عنيفة وبالتالي تبقى الخطين الأكثر والأهم هي القدس والضفة الغربية ودرورة أن يكون هناك بصراحة تفاعل شعبي كبير جدا حتى هذا اللحظة أخي أحمد حجم المشاركة الشعبية محدودة بخاصة في الضفة الغربية نتمنى أن ترفع هذه الأمر خاصة بعد البعض أعتقد أن هناك أخذضون أخطر من خطاب الرئيس أبنز على من يخرج بمئات الألاف لنرى بعد هذا الخطاب وهذا الابتحامات الصينية هل بالفعل هناك تغير في الاستراتيجية الرسمية الفلسطينية تجاه المواجهة مع الاحتلال أعتقد أن هذا هو الدرس الأهم الآن وهل حكومة الاحتلال على استعداد لمواجهة الغضب الفلسطيني إذا حدث هذا الغضب نتيجة هذه التقوس التي يسعى الاحتلال للاحتفال بها نحن ندرك أن خلال أقل من 40 يوم هناك انتخابات داخل دولة الاحتلال وهذا تجعل المشهد السياسي لديهم مرتبك لكن بالتأكيد إن كان هناك مظاهرات كبيرة جدا ومشاركات شعبية كبيرة جدا ستضغط على جيش الاحتلال الذي سيطالب من حكومته بشكل سياسي أضغط على المستوطنين لعدم اقتحامات المسجد الأقصى وبالتالي قد يؤثر ذلك بشكل إجابي لكن طالما ردود الفعل الفلسطينية محدودة لن يكون هناك تغير وبالتالي هناك جملة متراكبة ضغط شعبي فلسطيني كبير جدا يشعر به وتستشعره الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي ثم يمرر هذا الأمر وهذه الأحداث والتوقعات لجيش الاحتلال ليراجع ذلك اليوم عندما يتحدث يئير لبيد أنه مهم جدا أن لا نضغط على السلطة لكي لا تنهار ويتحدث جينتس بنفس الاتجاهة فأنا أعتقد هذا يعطي سياقات مهمة جدا أن الاحتلال في نفس السياق عندما يرى أن هناك تفاعلا شعبيا كبيرا من قبل الشعب الفلسطيني بالتحديد كما شرر في الضفة الغربية والقدس وأن هذا سيمثل ضغطا كبيرا جدا ليس فقط على الاحتلال أيضا على السلطة الفلسطينية فأنا أعتقد سيكون هناك حراكا سياسيا يضغط باتجاه منع المستوطنين من الاختحمات الأمر متراكب وبالتالي نعتقد مطلوب أن نستغل حتى حالة الفراغ السياسي التي تعيش دولة الاحتلال في هذا السياق لا أريد أن نتناول ملفات سياسية أخرى فقط في موضوع القدس ونعتقد أنه أهم ملف يجب الآن أن نركز عليه فلسطيني هو القدس ترجمة نانسي قنقر